أفادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن وفدا من قيادة الجبهة برئاسة نائب الأمين العام الرفيق جميل مزهر يرافقه أعضاء من المكتب السياسي قد وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة وتأتي زيارة وفد قيادة الجبهة بناء على دعوة رسمية مصرية وذلك كجزء من الجهود المبذولة لوقف العدوان والإبادة وحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على مواصلة العمل لتحقيق مطالب شعبنا بوقف لحرب الإبادة ورفع الحصار وتحقيق الإغاثة والإعمار العاجل لقطاع غزة وإطلاق صراح الأسرى آملة أن تكلل الجهود بما يحقق تطلعات شعبنا ويخدم حقوقه المشروعة وقضيته العادلة كما قالت الجبهة ترجمة نانسي قنقر